دايماً المشكلة دي كنا بنرجحها لجشعة التجار في زيادات مبالغ فيها زي ما حرك بتقول زيادات بتحصل بشكل غير منطقي وغير مبرر في اليوم الواحد لبعض السلع ضبط الأسعار ومواجهة جشعة التجار رئيس الوزراء مبارح اتكلم بضرورة فكرة الإبلاغ عن أي مبالغات بتحصل من قبل التجار هل احنا عندنا كمواطنين مصريين ثقافة الإبلاغ وزي ما انت قلت الرادار للأسعار يبقى هو الرادار اللي يلقط أي تجاوز هو المواطن نفسه هل ده موجود وزي ممكن يتحرك؟ في تطبيقات على الموبايل الرادار الأسعار ده تطبيق على الموبايل مفترض أن أنا أصور وأبعث أو أعرف السعر العادل وغيره لكن كمان الحقيقة النقطة اللي أنت أشارت إليها في غاية الأهمية ثقافة ده الثقافة دي بتتكون بالممارسة ودي شفناها في مجتمعات برة وجمعيات حماية المستهجمات حتى ربط البيوت في بريطانيا دي لها تجارب مهمة جدا أنه كمان يقولون ما تشترووش ده وشترو ده يعني ربط البيوت في بريطانيا دي جماعة ضغط بتضغط لبي على الحكومة طبعا فهتيجي ثقة المواطن هتيجي من تطبيق القانون بمعنى أنه المخالف عقوبة بالقانون حاسمة وراضعة أول ما تكون الحقوبة حاسمة وراضعة بالنسبة للمخالفين كله هيرتدع وده ظهر يمكن في الفترة اللي فاتي زي ما أنت أشرت في فكرة ريفي العيش آه أنا بلاحظ أنه في بعض الأماكن نزلت الأسعار لكن فيه أماكن أخرى ما نزلتش الأسعار أو يبيع بالليل سعر غير بالنهار ده بيحتاج آلية حاسمة يعني عقوبة حاسمة بأنه يغلق أو يتم مخالفته مع فرض غرامات كبيرة اللي ده بيحصل ده حصل قبل كده في تجارب كتيرة في تبوير الأرض الزراعية في الأسعار في أنه يبقى فيه مش عاوزين نوصل لفكرة أنه إحنا نقول أنه دي دي ظروف طارئة فياجب تطبيق قوانين طوارئ إحنا لغينا الطوارئ الرئيسة بفتاح السيسي لغى فكرة حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لكن الحقيقة أن ما يتعلق بأرزاق الناس بأكلهم بشربهم فيما يتعلق بصحتهم فيما يتعلق بده لازم تكون فيه إجراءات حاسمة ثقة المواطن وثقافة زي ما نقول الثقافة دايما نقول البيضة والفرحة